بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد فكثيرا ما نسمع من بعض عوام المسلمين مستفهمين أو منكرين فتاوى العلماء المحققين وهم يبحثون للناس عن مخارج أو حيل فقهية منضبطة مخففين عنهم ما هم فيه ليجعلوا أمور حياتهم متماشية مع الشرع الحنيف فاصطلح العلماء لفظ الحيل الشرعية أو المخارج الفقهية وهي بمعنى واحد لكن السؤال هنا هل هذه الحيل شرعية أم لا وهل في الإسلام حيل شرعية أيها الأخوة والأخوات الحيل الشرعية هي الطرق الخفية التي يلجأ إليها للتوصل إلى غرض ممنوع فقه وما كان المسلمون يعرفون الحيل إلا بأنها ما يكون مخلصا شرعيا لمن ابتلي بحادثة دينية ويسميها بعضهم المخارج وهي استخراج فقهي للخروج من مآزق مع عدم التعدي على أحد في ماله ونفسه والحيل على أنواع وقد أجرى ابن القيم رحمه الله عليها الأحكام الخمسة وهي بحسب الباعث عليها وما يهمنا الآن لنعلم الفرق نوعان الأول جائز قال الله تعالى لنبيه أيوب عليه الصلاة والسلام واخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث وذلك أن أيوب عليه الصلاة والسلام كان قد غضب على زوجته وحلف إن شافاه الله تعالى ليضربنها مئة جلدة فلما شافاه الله سبحانه وتعالى وعافاه مما كان فيه ما كان جزاؤها مع هذه الخدمة التامة والشفقة منها أن تقابل بالضرب يقول ابن كثير فأفتاه الله عز وجل أن يأخذ ضغثا حزمة من حشيش أو قضبان فيضربها بها ضربة واحدة وقد برت يمينه وخرج من حنثه ووفى بنذره وهذا من الفرج والمخرج لمن اتقى الله تعالى ولمن أناب إليه ورجع إليه ولذلك قال جل وعلا إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب إذن توجيه الله تعالى لنبيه أيوب هو مخرج له مما ألزم به نفسه وإذا استعرضنا الآيات فهي كثيرة في هذا الباب ومن السنة المطهرة أيضا كثيرة هي الأحاديث فحديث استعمال النبي صلى الله عليه وسلم رجعا على خيبر ونهيه عن بيع التمر الرديء بالتمر الجيد وإرشاده إلى بيع التمر الرديء ثم شراء التمر الجيد معلوم لدى أهل العلم كل هذه الآيات والأحاديث تحثنا على أن الحيل الشرعية هي واردة في الكتاب والسنة أما النوع الثاني هو محرم وكلنا يعلم قصة اليهود الذين ابتلاهم الله بأن حرم عليهم الصيد يوم السبت وأبقاه في بقية الأيام وكان السمك يأتي يوم السبت كثيرا بخلاف بقية الأيام فاحتالوا بحيلة ليحافظوا على السمك يوم السبت ويصيدوه يوم الأحد بأن حفروا حفرا بجانب البحر فيدخلها السمك فلا يستطيع الخروج منها فإذا جاء يوم الأحد استخرجوها وأكلوها فمسخهم الله تعالى قرادة وخنازير قال تعالى ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قرادة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين فالحيل أيها الأحباب موجودة في الإسلام ولكن بحسب الباعث عليها فإن توصل بها بطريق مباح إلى إبطال حق أو إثبات باطل فهي حرام وإذا توصل بها إلى إثبات حق أو دفع باطل فهي واجبة أو مستحبة وإن توصل بها بطريق مباح إلى سلامة من وقوع في مكروه فهي مستحبة أو مباحة أو إلى ترك مندوب فهي مكروه وقد ألف علماؤنا رحمهم الله جميعا في ذلك كتبا بل وضمنها بعضهم أبوابا في كتبهم وجعل العلماء لهذا شروط أولا أن لا يتعارض المخرج الفقهي مع الكتاب والسنة ولا يخالف قصد مكلف فيها قصد الشارع ثانيا أن تكون في المعاملات دون العبادات ثالثا أن يكون القصد فيها حسنا والوسيلة إليها جائزة والمآل فيها مصلحة راجحة رابعا أن لا يتجاوز فيها قدر الحاجة فاحذر أخي المسلم من التلاعب بدين الله والطعن بعلماء المسلمين واترك الفتوى والرأي لأهله وفقني الله وإياكم وجمعنا على الحق والهدى وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وإلى لقاء آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر